صباح النور صباح الورد والياسمين على اخواتي وخالاتي واخواني ان شاء الله يا ربي قعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله تتم الفيديو تعيامس قلت لكم غادي نحط لكم فيديو شامل على الوصفات التقليدية تتاوعنا الاصيلة الجزائرية البحثة ليهو ما لعريش تشارك الكعيكعات يعني هذا الوصفات اللي نقدرون ديروهم بهذا الغسل اللي رح نحبها لكم يعني ديرو بيها كل شي نضمن لكم باللي جي طرية تجي دوف الفم وتجي بنينة وتشد لأطول مدة وتحمر لك وجهك سوى عندك عرس سوى في ونساي سوى مناسبة كذا تاع ييد ولا حاجة تقدي غير عجنة واحدة وتدري بيها قاع هادو حبيبات حبيبات يعني وتحمر بيها وجهك كي ما راكم تشوفو درت بيها الكعيكعات اللي حبيتهم لكم يامس اللي بغا تشوف الفيديو نخليه لكم عفون آخر هاد الفيديو وترتبيهم في هاد الفيديو العريش وتشارك رح نوري لكم طريقة التشكيل ان شاء الله وطريقة تعي القلاساج وتذكر المهم اللي شافت الفيديو تعيامس لبنت سيب على البنت تعاود تشوف العجينة شوفو خليت لكم القاوام قاوام يعني تعا تشارك كيفاش ما شاء الله يدوب في الفم مام العريش يعني هي وصفة ناجحة مليار بالمية ونتمنى قاعد تدوها يعني وتخدموا بيها شوفو تشارك من داخل تحسن الله الله يعني ما تقولوش قابل لي كاوكاو قولو الصح رايبان كاوكاو لا مراش قيبان كاوكاو قولو الصح المهم لبنت كيما قلت لكم لي تفرجت الفيديو تعيامس تفوت حتى التشكيل عفون المهم بالنسبة للعقدة نحتاجو الكاوكاو مفسوخ ما يكونش بالجلفة يكون مفسوخ نديروه في سني نديرو له لزاغم هادو نستحقو العطر اللوز المر وعطر اللوز الحلو هنا في البديه وهو أخدر ندير له بوشون تعيطر اللوز المر وهنا يا عندي رطل تحكاو كاو درت له بوشون تعيطر اللوز المر نحكها مليح فيدي ونديرها في سنيوة من الأفضل سنيوة تكون يعني ما تحمرش ندخله للفرن حتى وينيوصل 90 دراجة تقريبا يتحمص بلا ما يحمروا الدبالكم نقصو له كي وصل 90 بالمية عفون بشي 90 دراجة نزيدو له عطر اللوز الحلو في البديه قدرت المر وكي يقرر به يتحمص ونقلع عندي لها الحلو ونخرجه شوفو كيف أشحمص طهرها بيض تماما شفتوه إذا نخلي هي برد ونجي نطحنه في الأشواغ لأشواغ تاعتو جوغ نهزها باش نطحن ليقع كيف كيف نخليه كيما الحمص ولا كيما بركوك سخشين شوية لخطر راح نعاودو له ثلاث كيلات ديري حسابك الكيلة هنا لي تدي بيها الحشو هي لي تدي بيها العنجينة تاعك المهم ندير ثلاث كيلات تاع هذك الكوكاو اللي حمصته يعني بيض كما كنت شوفو درت لها عطر اللوز المر في البديه ودرت لها الحلو نزيد عليهم ثلاث كيلات نزيد عليهم كيلة غير ربع تح سكر خاشين سكر عادي يعني ثلاث كيلات كوكاو وكيلة غير ربع سكر خاشين هنه نزيد عطر اللوز الحلو خلاص عطر اللوز المر نديروه كيكون خضر ما نزيدوش و بعد نبدو نخدمه بالحلو رشيت عليه شوية وهنا السر التاعي هو فرطة لتح كوكاو ديلي تديري عفوان ثلاث مغارف تاع نواة كوكو سيبون بنات هذا هو السر وما يجيش قاعد قوت تعاه ما تخافوش غادي تستبنو غير بنا تعلوز هدا ما كان قلت لكم ثلاث مغارف نواة كوكو في رطة تح كوكاو تخلطيهم لح مليح زيت لهم شوية تعطر اللوز الحلو زيت تكملتقا هذي كلاب واتش روغي لتح ساميل ما تجيش قاطعة المهم نعاود ونطحنو كل شي مع بعض ونطحنوهم مليح ومع التحرك تعالى عشواغ تجوغ العشواغ تحركيها كتكوني تطحني باش يجي كل حش وقع كيف كيف ونطحنوها رقيق نوعا ما مشي فارينا ولكن مرفوض شوية نحطها في باسينا ولا نحله باليدي و بعد نبدأ نفتل بيه نفتل فيه هفوز سمحوا اليد بنات والله غيراني صاحبها نيشان المهم نبدأ نفتل فيه بالمازهر ومن الأفضل المازهر تحكم يكون واحدة ما تخلطو لها شعطر ولا حاجة باش ما يجينيش العطر تعلوز مايروح ليش بعد ما تبدأ تشكل لك الكورية في ليدك ديري هنا يا خمس مغارف تاع زبدة ذايبة خمس مغارف زبدة ذايبة مشي تعبريها وهي مشي ذايبة هي ذايبة عبري خمس مغارف تزيديهم المهم تزيدي شوية مازهر حتى تتحصل على هادي كلابول كما هاك كيتولي هادي كلابول تتشكل لك تتحصل على العجينة يعني متماسكة اخلاص هذا هو الحشوة تانا نغطو عليه بصاشي في بصاشي ولا بابي فيلم ولا المهم تغطي عليه مليح شوفو انا كيشترت لهدت له هادو الصاشيات تعال مويد وزت لها البابي فيلم وزت دخلته في صاشي علاش بشي تعسل لغاية ونخلوه يبات لازم يبات ولا مقضيتو شي بات اكتر مست سوايا من الصبح الحشية مست سوايا المهم اللي بنات بالنسبة للعجينة عندي ثلاث كيلة تحفيرينا كيلة عزبدة ذايبة وبردة عندي عطر بتاع مازهر انبود وعندي هنايا كيلة مخلطة مازهر مع الماء نصف مازهر ونصف ماء ونديروا لها هادو العطر لكان عندكم متوفر صحا ما كانش تزيب على البابي المهم هذي اللي خلطناها ما بين الماء والمازهر ندفوها شوية نحتاجوها دافية باش العجينة تعطيكم الطوع جيبي بولتاك ديري فيه الفارينة ثلاث كيلة ديري رشاتها على الملح تخلطيها ملح وتزيدي هاد المازهر ونبود تخلطي تاني تزيدي هادك الليدام بتاعك ليكون بارد ناكد على بارد وتخلطيها ملح ملح هذي هي راني نخوف في الفيديو على خاطر في العجينة تعيك عيكات راني نفصلاته تفصيل وفيه 30 دقيقة ليجا هاد الفيديو خفيف تروح الفيديو لاخر راه مشي تقيل فيه 30 دقيقة ونفصل غاية المهم نبدأ نلم العجينة تعي بهذا كلمة ولمازهر نحتاجوه نصف كيلة بالضبط ممكن تزيدلكم شوية قطرات فوق النصف كيلة على حساب نوعية الفارينة المهم توجو غتجيني نصف كيلة يعني ديفو نزيد فوق هاري الفتاتة كيما را كونتشوفوا راح قدامكم الكيل ها هو العجينة تاني هذي لما قد ديتوش تباتي تاني من خمس سوايح تا ست سوايح باش تبدو تخدمو بها كيما كنتشوفو غلفتهم ملح ملح باش ميتوشيهم شقاع لهوا ونطلقاهم يعني يعطوني الطوع غاية بالنسبة للطليا نحتاجو انا هنا درت صاشي تع سيك خا قلاس لانه درت عريش ودرت تشارك تماغي العريش اللي راح نقلاسه درت صاشي تع سيك خا قلاس درت هنا كمية تع الحليب درت فيها الملوين اخضر استعملت فريكتا درت كمية حبت علي معصروها وصفوها نأكد لكم على صفوها وهنا يا عندي ما زهر درت له الملوين الابيض لازم ملوين الابيض باش يقيني لابس لاكولو الزيت نديرها على سيك خا قلاس باش يعطيني لابغيانس بها الطالية جيت بريئي ديري هادوك زوجه مغارف تعزيت فوق الولا ثلاثة فوق السيك خا قلاس ونبعد تبدي تزيدي في هادوك السوائل خطرة تزيدي الليم ديري شوية يعني يطيه بنا شعبة كاتري ونبعد تديري هادا كلي فيه البلون لي هو الاباس لي هو ما زهر بالملوين الابيض ونبعد تزيدي في هادا الحليب بلاكولغ وينما تحصل على لكولغ لي كي بريدها خلاص تحبسي اللي حسيت روحك جريته شوية تكودي حرزة روحك بالسيك خا حداك تزيدي لها شوية سوكر غلاس وراكيت خلطي حسك السوكر تزيدي حسك لأكولغ تزيدي حسك اللي يعني البنة تعال الحموضة تزيدي اللي هادا هي حسيت روحك درتيه فونسي تزيدي لأكولغ بلون اللي رانا دارينها في المظهر بينسيو وعمركم ما تديروا الملوين مباشرة فالطليا رح يخليكم حبيبات يعني وما يجيش الشكل التاحه شباب تخبطوها غير بالفوي بلا ما تعاركوها بيديكم ولا غير بالفوي او تخبطوه ملح 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 حتى تولي تبرية وتحصلوا لهذا القاوم ما ثقيل بزاف ما خفيف بزاف المهم كي ترفضوها التهبط يعني مباشرة بسح ما تهبطش بالخف كون تهبط بالخف يعني راهي خاصها السكر لازم تهبط شوية تقيلة فهمتوني ماذا شدوا اللاج اشتاعكم ماشي بريي نزيدوا لقوترة تعزيت سيبطا غدكم هذا الطليا متخفوهاش اللي خاصتكم تزيدوها يعني ما رح تخسروو اللي خاصكم السكر تزيدو خاصكم لاغولغ تزيدو خاصكم البناتة الحموضة تزيدو اللي يعني خاصكم البنيونز زيدو الزيت يعني ما تخسرش ونوجدوها قبل ما نطيبو القاطو نديروها قلاف ولا صاشي او كونتاكت باش ما تيبسش لازم لازم او كونتاكت صاشي هنا يا البنات نجون ديرو الوردات معكم راني نخوف بز كما قلت لكم الفيديو راني ديلتها بالتفصيل في العجين في الفيديو تاع الكعيكات هنا بالنسبة الوردات جبت عجين السكر استخدمت الوجدان درت لها لاخول اغفاق توجو نستخدم فريكتا في الالوان هنا ودرت هاد الوردات يعني طابعتهم راه متوفر في الاسواق وهاد الابول اللي عندكم صحة ما عندكمش غير بصباحكم وتحلوها احتغبنكم شوية متجيكمش كيما لابول بصح ما عليش هاد الشكل الثاني ثاني نحلوها ملح كيما هاكا غير نقرصوها شوية باش نتحصلو على وردة على شكل اخر يعني يدرت لكم اسهل الوردات وماذا بيكم هاد العملية تدروها نهار مقبل باش تنشفو لكم غاية الورود تاحكم لخاطر القلاساش فيه نسبة من الزوائل كيتحطو الوردة كو ما تكونش ناشفة غاية 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 غاد يطح بعد ما مرت ليلة كاملة على عجين تاعي نجي نحله نبدأ بالتشارك راح نوري لكم التشكيل تاعه كيما قلت لكم استمحولي راني نخف بالصح ولو الفيديو الاخر اللي بغيتو كاش حاجة مفهمتو هاش ولو الفيديو بتاع الكعيكعات راح نخلي لكم اخر هاد الفيديو بالنسبة للشارك تحلي مستطيل طويل يعني طالع للفوق و تدري العقدة تاعك كيما قلو من طرفها كالطرف وتروليها وتبدي ترولي فيه شوفوا في الوسط خلوه شوية سميك ومنو من تبدو تنقصو فيه بشوية اعطيه الوقت تاعه ما تقلقيش لخطر هادية وصفات تقليدية وتبغي الشكل التاحه يجي بطبع يعني اسهل حاجة هي تشارك كيما كنت شوفوا تقوسوه غاية بيديكم بهذه الطريقة اللي ما تعرفش تشكله تستخدم البوشون دو كنوري لكم في الحبة الزوجة البوشون يساعد بزيف علالها فوق متاع تشارك سينون اللي راه يباغي تخرج لها يعني مضبوطة بزيف تدير ليمول ليمول تعله ليبابا وتشكل فيهم نعاود نحلها مستطيل طالع الفوق نحلها مليح ندير الحشو بتاعي شوفوا ما الطرف للطرف هكذا ما قلت لكم شو بلي العجينة وزن 35 غرام والحشو درتها 30 غرام ان انا بغيها معمرها بزيف سينون هي في الحقيقة تجي غير عشرين صح انا قلت لكم هذا يعني تعيد وكشغل تاعي حسيتها لي اون بيخصون على بيها عمرتها غاية المهم ان انا بغي هاكا 30 غرام في الحشو شوفوا كيفاش تديروا البوشون بعد ما تشكلوها عادي تجيبي البوشون وتحطيها في الوسط هو اللي راح يسجم لك عفوا الحبتها كيما قلت لكم الحشو ديروا فيها غير عشرين يعني ولي بغى تتكتر انا نبغي هاكا عامرة نبغيها ما شاء الله نبغيها هاكا معالي قلت لكم تعيد وليا اما في اللي كوموند ندير عشرين يعني هذي كيها باش تجي الحبه ما هيش كبيرة بزيف كالي ما يبغوهاش كبيرة هاداك شغل لي على بيها كيما يبغي قلبي كيما شتوني استخدمت البوشون باش نوري لكم كيش تجي المهم هنالبنات راح نوري لكم زوج طريقة في الزوج طائقة في الشارع عفوا في العريش شوفوا تحكمي الحشو تقسمي على ثلاث مرسويات كيف كيف قد قد هذي المو بتعديئات ومبعد تحلي العجينة تاعك هنا مشي مستاطل في العريش تحليها مربع بها الطريقة وتحطي هادو كل كشغول هادو كل مرايوحات تاع تشارك تحطي واحدة 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 من التحت هذو هما يعني اللي نديروهم المرايوحات ما نبغش نسميهم انا رجلين تاع العريش لا سموهم المرايوحات هما اصلا يجو كيف المروحة وتبلع ملي حنوصيكم برك العجين مشي تلووه على كراع وتخلوه وتخلوه عندك وعا وتوليت مشي تلووه على عشياء وتخلوه على أخرين ما فيهمش العجين يعني العجين وصلوه الكامل هادو كل مرايوحات تاع العريش تحكم تستخد ميسباعك وتبدي تدوري فيها كيشغل في اتجاه واحدة سهلة وما يشوف اللي يشوف الزاوج في اتجاه واحد وتبدي هاكا تسكمي فيهم بليديك يعني طريقة سهلة بزاف اللي يعرفوها رامي عرفوها اما المبتدئات تشوفي الفيديو دكتف فهمي غاية نعاود لكم حبة الزاوجة هنا ينشكلها حرف تي في اللول اقسمت لكم الحشوالة ثلاثة باش المبتدئات تجيهم سهلة العجينة تشكليها على شكل مربع بالتقريب يعني والحشوة تديريها حرف تي والحشوة تجي في الوسط تماما مشي في الفوق مشي ملتحت مشي في الجنب العجينة شوفو كيف هنا مشيها نمشيها غاية قاع فوق هادوك المراوح مشي تديريها غير فوق جيها وتخلي الاخرين ما فيهمش العجين لازم قاعد جي كيف كيف مشي جيها خشينا وجيها رقيقة تبلعي غاية تكولي مليح حبت عكم بعد تقلبيها كي تبغي تشكليها تقلبيها متشكلياش على الجهة اللي كنتي تبلعي فيها منها وكي ما قلت لك دايما في اتجاه واحد تستخدمي سباعك وتبدي تسكيمي فيه يدي شوية الليد بصحي يستاهل في غيمو حاجة شابه وطوب ويعني يتحمر الوجه كي ما قلت لكم وصافتنا تقليدية تستاهل باش قاعدتنا وعرايسنا ولبنات قاعد يتعلموا لهم هنا كي تجيك الكراع شوية احتذر على هذي كلمة الكراع كي يجيك شوية كسير تاكولي كيشغل من الوسطة على الحبة تبدي تاكولي فيه والطولي في هاداك المراوحة بعد كي تكملي التشكال تقبيهم قاعدوش تقبات ولا ثلاثة ويروحوا للثلاجة مدة عشرين دقيقة قبل ما تطيبهم با ما تضيحش لعفوهم لازم تديريهم في الثلاجة عشرين دقيقة باش كي تطيبهم ما تضيحش لعفو وهنايا راني نتفرج في نفس الوقت راني نخدم كي تطيبوهم لبنات ما تطيبوهم ش كيفي أنا يعني سهيت عليهم وصفارو هما ما لازم شي صفارو لازم يقعدو شوية باج فهمتوني كالي يبغو كيما هاكا بصح هما في الحقيقة يجو باج ما يجوش هكا صفوع وانتم قدران كل واحدة ولقوت سيحكي اللي هاكا يعجبوها أنا نبغيهم شوية باج ما نبغيهم شكي حكي ما هاكا بانتلي باللي هنك هناك يطاب ولي هاكا بانتلي باللي درت زبلة ملكبار والله العظيم من بعد نقلاسي القلاسة اشتاعنا شتوكي توجدوها قبل يريح وهذاك السكر يرطاب المهم مغطو كيما قلت لكم او كونتاكت بعد ما نقلاسي العراش تاعي جيت هنا ندير تشارك تشارك على قبل يراني نرطل في هاد الفيديو ميستمحولي كشغول كيراني ساي ماريت روح لي لهادرة المهم درت تقريبا كازتها ما ظهر ودرت عليه زوج مغارب السكر الرطب نخلطهم ليحتيدوا بهذاك السكر وندخل شارك تاعي في هاديك الشاربات ندخلها كيما هاكا ونحطها في كسكاس يقطر نخدم غلب الربعة وخمسة حبات يعمل احسن ديروا ربعة خمسة يعني الحزب البول لكم تخدموا فيه باش تسكروهم قاع غاية بعد ما يقطرو تمتم مشي تخلوهم يقطرو تروحي وتولي لا غيل فم فم غي تحطيهم وتجيبي بابي ابسوغبون هادك وتمسحي تمسحي الحبه غيل شوية بهم تدير لك شارك لك خوت وتحطيهم في السكر هادي هي باش كي ترفدي الحبه تتشارك متجي شارك تتقرب مش ملفوق يعني تجيبي شوية في حد القرمشة مخفيفة وبعد تدفنيهم غاية في السكر كيما شفتوني يدرت يعني رطوهم ليح نخلوها ربع ساعة هاد المرحلة ربع ساعة باش ما تسكرو شو تعاودو خليها ربع ساعة وتكفي كما تعاودي لهم شو مبعد صعي يرفضو غاية تسبيهم كيما كيتشوفي تبدي تقلعي في ذاك الزايد وما تقلعيش بزايف بزايف بلك يعني خاصها تشرب ما تتعرى لكش تشرب بالسكر ليكون فوقها وما تتعرى لكش خلي شوية سيكر فوقها كيما كيتشوفي وتسكي من حبات التاعك وتبغي دروك يعني كيت تكوني تديري في هذا المرحلة ترشيهم بالغربال تبغي حتى الوقت التقديم أنا نفضل حتى الوقت التقديم باش نرشهم بالسيكر غلاس بالصفايا على خاطر قحكوا ترشيهم دروك ويروح لهم يعني لهذا نخليهم تال آخر مرحلة كي نبغي نحط نسكر الحبات التاعي نزيد لهم بالصفايا هذا هو تشارك تاعي رح نقسم لكم شفتوه في بداية الفيديو باش تطمئنه ونزيدكم دروك تاني يجي هبال هبال تاع الهبال ما نحكي لكمش بنا 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 روحة ويعني طراوة وقعس والح يعني غير جربوه اختاروا نوعية وديروها سواء العريش تاني شوفوا كيفاش يجوه سواء تشارك سواء الكعيكعات نتمنى تديروا واحد فيهم في هاد العيد شوفوا الحشوات تاعنا كيفاش تبان داخل تشارك تاعنا سلطان المايدة الله الله شوفوا كيفاش راي تبان ما شاء الله ان شاء الله تجربوه ما بغتش نخسرها ننوريكم غلب الموسب اللي راهي الطريه والدوب اذا حبيباتي اختاروا نوعية من هذا الانواع وتجربوها ان شاء الله يا ربي للعيد بإذن الله تعالى الله يحيينا ان شاء الله يا ربي احنا وحبابنا وليداتنا جمعين راني درتلكم كيما قلتلكم يامس الفيديو تاع الكعيكعات ودرتها لكم مفصل مطول في 30 دقيقة ليهذا اختصرت في هذا وبغيتكم اللي بغت تروح تشوف بالتفصيل تولي الفيديو تاع الكعيكعات ونخليه لكم اخر هذا الفيديو المهم خليت لكم الصحة والراحة ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو وتجمجمولي لك الجمجومة الشابة الحلوة تحكم وسمحوا لي اليوم راني بزاف مقالقة كشغلاني نهضر بالخف المهم كشغل راح الوقت على الفيديو سيب وخصها راني نهضر بالخف ان شاء الله يا ربي تكونوا مفهمتوني وما كونش زربت بزاف المهم جمجمولي لك الجمجومة الشابة اللي دخلتوا جدد معي مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيعوا ودائعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته